صرخة غضب تحذيرية أطلقتها الهيئات الاقتصادية بإقفالها العام قبل أيام مطالبة بوقف التشنج السياسي وتشكيل الحكومة لتحريك الدورة الاقتصادية موقف تاريخي للهيئات لم تأخذه منذ 40 عاماً ولم يتوقف عند هذا الحد بل تزامنا مع توقف المصارف عن تمويل سندات خزينة الدولة مستعدين أنه نكمل جدد اللي بيستحقه نقبض الفوائد ولكن منا مستعدين أنه نمول عجز الدولة اللبنانية واستمرارها بالدفع أموال اللبنانيين لإشياء لا جدولها اليوم عم بيقوم بتمويل عم بيحل محل البنوك مصرف لبنان لحد هلا عم بيقدر عنده احتياط كبير عم بيقدر بس كل شيء له حدود هذه الخطوة لم تؤثر إطلاقاً على معرقلي تشكيل الحكومة عم بينحك بأمن ذاتي مش منطقة معينة بس عم بيصير فيها بعدة مناطق هذا شيء ما بيجوز بقى الكائن الأمن الكائن الاقتصاد الكائن الإدارة كل شيء كل شيء منهار بدنا وزارة تحكم بدنا وزارة فعلي بدنا وزارة جامعة بدنا يتطبق إعلان بعبدة يلي توافق علي الجميع لو إلا ما في بلد بدنا نتحول إلى خلق هيئة لبنانية عارمة تجمع كل الهيئات الفاعلة بلبنان ونتفق مع بعضنا على تحرك غير شكل لأن التحرك اللي أملناه هذا تحرك سلمي ورح يدل تحرك سلمي ولكن تحرك عام شامل كل الهيئات الفاعلة بلبنان فرصة أمام السياسيين لمعالجة الوضع المأسوي الذي يعيشه لبنان إما يتحركون وفق الثقة التي أعطاه إياهم الشعب أو الشلل الاقتصادي سيكون مصير لبنان